خلصانا يا غالي خلصانا يا غالي الاهل الحراء بيخلص على الرجاء العقدة لسه مستمرة للسنة التانية على التوالي الاهل بيخرج الرجاء من الدور ربع النهائي لا وإيه مش بس كده ده للسنة التانية على التوالي الاهل بيرفض الهزيمة في المغرب للسنة التانية على التوالي تعادل وللسنة التانية على التوالي الاهل بيقصي الرجاء المغربي من ربع نهائي بطولة افريقيا النهاردة الاهل يا باشا عنوان المطش كده ممنوع الاقتراب او التصوير عايزة باشا الكرة فرحان بيها خد يا عم رجاء الكرة وافرح بيها وانبسط يا غالي انما تقرب من التمنتاشر او من محمد الشناوي انسى ما حبكش وانت كده هو ده الاهلي هو ده الاهلي اللي بيعرف يلاعب فرق شمال افريقيا هو ده الاهلي اللي بيعرف يلاعب اي فرق في افريقيا تمام هو ده الاهلي نادي القرن هو ده الاهلي النادي الاكثر بطولات على مستوى العالم يا باشا شوف انت فين واحنا فين لمواغزة يعني لمواغزة بالنيم القرى كلها من المغرب يا جماعة والله النهاردة المطش زي ما قلتلك ممنوع الاقتراب او التصوير كولر يا باشا النهاردة بلغة الكرة كده موت المطش موت المطش ده موتنا احنا واحنا عاديين بنتفرج على المطش يعني يعني اقول لك قدام خمسين ولا ستين الف متفرج الناس يعاني طلع لها قملت وتخنقت واحنا واحنا عاديين بنتفرج والله يتخنق والله العظيم تلاتة كاراتين بيضت ترشاقت قد كده بس تقول يا باشا هي دي يا باشا ضريقة اللعب اللي تنفع مع شمال افريقيا هي دي يا باشا الطريقة هو ده اخنق عليك يا باشا الملعب ما تعرفش تلاقي اي مساحة تلعب فيها اي كرة عايز الكرة الف الف مبروك يا باشا اشبع بيها انما تجيب جول انسى انسى هو ده يا باشا الاهل عشان كده بقول لك يا باشا كولر ده والله العظيم مدرب عالمي ما تفتكرش انه الراجل ده بيبقى قاعد برا بيشيش ولا يعني قاعد بيدرب حجرين معسل الراجل ده دماغه شغالة والله مش بتنام الراجل ده دماغه شغالة مش بتنام واللعيبة النهاردة يعني رجالة ونفزوا كل اللي مطلوب منهم بالزبط كل اللي مطلوب منهم بالزبط يا جماعة نفزوه وعلى فكرة قرار وجود ياسر ابراهيم النهاردة في قلب الدفاع ده قرار صائب مليون في المية لان متولي بصراحة المواطنين اللي فاتوا كان على الله حكايته ويعني كان ممكن يكلفنا النهاردة اي هكا كده ولا هكا كده نبقى احنا هكا كده لمؤرزة يعني بس الحمد لله زي ما قلت لك كولر دماغه صحية مش بتنام وربنا يسطر بصراحة النهاردة كده على مين علي اسر ابراهيم وان شاء الله ربنا يقومه بالسلامة زي ما قلت لك يا باشا الاهل بالتخصص بس الحمد لله رب العالمين يعني مفيش فرقة في افريقيا تمام ها هتصمد بعون الله بعون الله وان شاء الله المضش اللي جاي نخلص على الترجل التونسي تمام حبيبنا كده فتونس وحبيبنا هناك في الراديس ان شاء الله نزبطهم ان شاء الله على الاخر ونطلع بقى مين للاخ عام لا نطلع على صند عونز عشان ناخد بطارنة واقع تقول بقى coisas يجي ايه يا عم انا هلبك خمسة اقولك لا باشا افتكر بك fi والان ايه الخمسة الاولان شفت الااهله عم اontonه ماذا viewed in Africa كان القره بطل صند افريقيا بطلطين افريقيا ونايمها من المwegsation أنا بقول لك ya بشا بعد الخامسة دي بص اتفرج على الاهلي في النهاية اتفرج على الاهلي بأمر الله في النهاية وشوفوا بعوني الله هيعمل ايه في صندوز إن شاء الله بشا هناخد باطرنا تالت وامتالت تالت وامتالت بعوني الله وخلي بالك إن شاء الله بعثة الاهلي هيراجعي النهاردة ابعوني الله على القاهرة عشان نستعد من لصاحبك من الزمالك وابو مرتضى منصور بقى إن شاء الله في الامارات يوم خمسة يا جماعة محدش ينسى تمام؟ ويعني إن شاء الله احنا هنروح إذا ملك انسحب وقال لك أتوبيس والطيارة وجينا على جمل والجو ده براحته إحنا إن شاء الله بشا رايحين جيت أهلا وسهلا ما جيتش برضو أهلا وسهلا أشوفكم على خير يا جماعة بعوني الله سلام